يقول بعض الناس إن صفات الله ذاتية وثبوتية فما صحة هذا الكلام؟ وهل قال به أحد من أهل السنة؟ صفات الله ذاتية وفعلية أي كلها ذاتية منها شيء ذاتي ومنها شيء فعلي وأما ثبوتية ما تكون إلا ثبوتية ما تكون إلا ثابتة لما ثبثت ما تكون صفة لله عز وجل فزيادة كلمة ثبوتية هذه ما لها داعي نعم مثلا السمع والبصر هذا ذاتي واليد والواجه هذه صفات ذاتية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه صفات فعلية نعم